هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية تأجيل حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في شمال قطاع غزة بسبب كثافة العدوان الإسرائيلية وأكدت منظمة الصحة أن القسف المكثف والنزوح الجماعي وصعوبة الوصول إلى شمال القطاع يفرض تأجيل الحملة مشيرة إلى أن المرحلة الأخيرة من الحملة الحالية للتطعيم كان مرارا لها أن تبدأ اليوم في شمال القطاع وتستهدف تطعيم أكثر من 119 ألف طفل شكرا